التجربة أنا شايفها ملهمة جداً إن هي بتصبر أمهات وأبهات كتيرة بس كتير منهم بيعودوا يفكروا بقى في التفاصيل اللي بعد كده لما يكبر هل الطفل ده دلوقتي سيب؟ هيبقى زيه زي ولادهم مثلاً لو هم مخلفين هل هيورس فيها لما أنا أموت؟ هل هيبقى ليه نفس حقوق ابني اللي أنا مخلفها ولا لا؟ لا يجوز توريسه لأن إحنا قلنا التبني في البداية حرام فهو الطفل المكفول لا يورس ولكن يجوز أن أنت تهيب له ما تشقيه تهيب له وأنا أفضل ذلك ليه بقى؟ لأن هناك بعض الأسر بتتلاعب يعني بياخدوا الطفل بعد كده يقوم واخد مراته معها الطفل ويروحوا الصحة حتى ولدته ولسه ما سجلناهش فيبدأ يسجله فيسجله باسمه كامل وعندنا نمازج كتير من الحالات على كده الأسرة عند الأم والأب هم عارفين أنهم كفلوا طفل لكن مش عارفين أنهم يسجلوا باسمهم فييجي الأب يتوفى أو الأم تتوفى فبتبدأ المشاكل هنا لكن أنا من الأول لما أبقى أكون صادق وصريح مع الطفل اللي أنا واخده هو هيدين لي بالولاء والانتماء بس بيحسوا أنها تقيلة برضو على الطفل وهو بزيد في سن الصغير إن أنا فاهمه أنا ماما بس أنا مش ماما في نفس الوقت لا على فكرة المصارحة مهمة جدا ولكن لها السيناريو واسلوب يعني إذا أنت ممكن من ثمن شهور تبدأ في عملية المصارحة إن أنت تحكي قصص تحكي للطفل عصفورة ما كانش لها أم وقب ده ناجح جدا في كل الدول في كل الخبرات هل الكفالة لو حد بيفكر فيها دلوقتي لازم يتجه للوزارة ولا ممكن بتكون تبع دار الأيتام الجنب بيته اللي هو يعرفها القريبة بمنطقة عنده المحافظات كلها فيها وحدات اجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي بقى مثلا ده أهلية في ده أهلية الشرقية في الشرقية الغربية في الغربية هو بيقدم من خلال مديرية التضامن أو الإدارة إدارة التضامن اللي هو تبعها لأن هناك لجنة محلية اللجنة دي بتفحص الطلبات وبتبعت أخصائي اجتماعي ونفسي عشان يعمل بحث عن الأسرة يعني مش لازم بتاع الشرقية يجيني القاهرة ومش لازم بتاع المنصورة يجيني القاهرة فهناك إدارة التضامن وهناك مديرية التضامن الاجتماعي فهو من خلالها بنتزول البحث بيبدأ في لجنة محلية بتفحص الطلبات بتوافق أو متوافقش لو ما وفقتش هو من حقه يتظلم يتظلم تظلم بده بيترفع للجنة العليا للأسر البديلة أنا كنت بتكلم عنها بنشوف إيه أسباب الرفض طب انت رفضت ده ليه ومن خلال أسباب الرفض إحنا بنشوف وبنعمل تحرياتنا وبنبدأ بقى نشوف هل الأسرة فعلا تستحق الرفض أو إنها تستحق إنها تحصل على طيب عايزين نتكلم بالأرقام شوية النسب بتزيد الناس بقت مقبلة أكتر على فكرة الكفالة ولا لسه ألقانين شوية من الموضوع لا الحقيقة بعد تعديلات اللاحة تنفيذية الخاصة بمنظومة الأسر البديلة زادت الفترة الأخيرة دي وإحنا عندنا دلوقتي 11500 طفل في أسر و118 برا خارج البلاد الدول بيتموا تبعتهم من خلال الخارجية المصرية وما بينزلوا أجازة بيتواصلوا مع قدرته الأسرة والطفولة نفس الحوار بيبدأوا يتواصلوا وبعدين برضو نظام الأونلاين ده بقى تحلينا فرصة كتير إن احنا عن طريق نتطمن عليهم أخيرا حطلوا من حضرتك بقى لكل الأبهات والأمهات اللي بيتفرجوا علينا وربنا ما رزقهمش بأطفال أو عندهم أطفال وعندهم القدرة إن هم يزودوا فرد جديد للأسرة تقول لهم إيه أو تشجعيهم إزاي إن خطوة الكفالة دي قريبة وسهلة أولا الكفالة أساسا يعني جزاقها لوحده عند الله وأنا أتمنى إن كل الأسر اللي هي عندها إمكانيات وظروفها الاجتماعية والنفسية والصحية تسمح بذلك يريد تكفي الأطفال لإن إحنا نفسنا كل الأطفال الموجودين والمعصور عليهم يبقى لهم مكان داخل نطاق أسر لإن الأسرة أفضل مليون مرة أكيد حقيقة نورتينا قصة جداً لوجودك معا أكيد حقاً لوجودك معا